هل تعلم أنه تقريباً واحد كل 12 رجل في هذا العالم بيعاني من عمى الألوان تخيل تجرب هذا الشعور لمدة 24 ساعة شو راح تكون له معاناة؟ وهل الموضوع صعب؟ ولا الموضوع عادي جداً؟ بدأت القصة لما شفت أوكي هلأ بصدعية تقريباً كنا شوفنا مقطع زي هيك لو واحد عنده عمى ألوان بدين بلبس نظارة معينة بتخليه شوف الألوان وفجأة بنهار إنه بخيف عقله تقريباً طول حياتي زي عنديش بشكك في الموضوع إنه معقول لهذه الدرجة عمى الألوان صعب؟ ما تفهموني غلط أكيد بعرف أنه رؤية الألوان هي نعمة كبيرة بس لما تكون حدا مولود وهو بشوف الألوان صعب تقدر صعوبة الحياة بدون هاي النعمة فعشان هيك حكيت طب ليش ما أجرب وأشوف بنفسي؟ هلأ كثير ناس بفكروا إنه عمى الألوان معناته ما بشوفه ولا لون والحقيقة إنه هذا بس واحد من أنواع عمى الألوان اسمه مونوكروماسي وهو كثير نادر أغلب الناس اللي عندهم عمى الألوان بشوفوا بعض الألوان وما بشوفوا بعضهم ونوع عمى الألوان اللي حنجربه اليوم اسمه بروتانوبيا اللي هو عمى يوم تقدرش تشوف اللون الأحمر والأخضر فيه وعشان يصير عندي عمى الألوان حلبس هذا الأشي عراسي بعرف منظره مش خرافي بس قاعدنا يوم كامل نجهز فيه وهيك يا جماع أنا صاعدي عمى الألوان فأنا حاليا جد شعب أشي غريب ماذا أثر الموضوع على الحياة الطبيعية وعلى يمين الشاشة سيبين معكم كم ساعة أنا انجزت من هذا التحدي احضروا الفيديو كامل بس لازم الأول نختبر الموضوع هذا الدفتر في فحص الألوان هذا هو الأصلي العلمي كثير والشخص الذي سيختبرني هو شخصية كثير مميزة أكيد شفتوها قبل هيك الاسم ويسام قطب الاسم الحركي أبو الوس لا يغلقوا بضحكته هذا الانسان رابر يعتبر من أخطر تلاتية شخص في هذا العالم فيه شعب تقول أنه القلب الحب اللي على راس دريك هذا موجه لأبو الوس عشان يشكروا على كل الأبقات الحلوة اللي ويسام ساعدوا فيها ما عمري تخيلت يوم الثنين أكون باس كيدك في نص الشارع فيه رقم هون لازم تكون شايفه انت صح؟ اه هيا هذا قدير رقم اه لأنه برتقالي دقيقة هيا قدير هيا قدير ركز خذ نفس استنى شوي ستة ولق لدخل بالستة هاي جد هيا هيا بعرف الموضوع مبين غبيب بس بالنسبة لي كان كثير صعب بدي أشوف هاي الأرقام انت بنفسجي ما بتشوف محاول شكله طمان وهيك أبو الوس سلم علي كان بدير يروح لأنه صار طرشة بين أمينة و ترافيس كوت يعني هو لازم يروح يفزع بينه معنا فيه مع أكثر إشي حاليا أثر علي الشجر والله اللون الأخضر تبع الشجر ياخي بدخل السعادة في قلبك طالع كله طالع منظره غبي كله أول شي راح أجربه هو التسوق عندي فضول أعرف كيف الموضوع حيكون مع عمل ألوان كنت بمشي عادة لما ظهر قدامي عقبة شديدة أنا ما توقعتها حاليا إحنا عند إشارة المرور فهذا شي ما حسبت له حساب إشارة المرور هيك شكلها بالعادة بس بالنسبة إلي كان شكلها زي هيك هيا ضوبي أزرق والله الأزرق يعني أخضر والسيارات كلهم وقفوا لما صارت الإشارة صفرة صارت صفرة صارت صفرة يعني وقفة صفرة مهمة بسيطة زي قطع الشارع صارت عبارة على المعضر الكبيرة فيهم من كثر الاسترس حتى طريقة مشي تغيرت طلعوا كيف ببشي زي الأهبل صلنا وهيك بلسنا نمشي باتجاه سوفر ماركت وبرضو قاعد ممشي زي الأهبل شو هاد؟ شو لون هاي؟ ورد زهري هاد احلف كثير منظرة حلوة بالحقيقة اه جدا وقصوا بالله زي الككة منظرة سبحان الله يا أخي في ناس هاد اللون بحياته ما حيشوفوه ولا شعفوه وكملنا ماشي قهول لقيت ولد يا أخي كثير معصر والله الولد كثير منظرة خطيرة تقول نفسه يضربني ويضرب الكاميرا ويضرب الشارع ويكوني حمار إذا بحكي معه صمحت وين السبار ماركت في السبار ماركت هون؟ طالوا وراك وراي؟ اوكي السبار ماركت طلع وراي بس يعني شو بالنسبة لهالولد ليش يك عم بيعملني؟ هاي السبار ماركت لك يا حمار يا حثينة الإكلاب بتحسك أنه الولد دايما واقف هون وكل حدا عم بيسأل عن نفس السبار ماركت ويأخي تقرب بحاله خلص بكيف يتسألوني على السبار ماركت يعني ايه وراكم واللسات يعني بمشي زي اظن لازم ااخد دورة ماشي اسمع الكتشوب لونه اسود هيك قريب هيك لونه وبني على بصر مستحيل مستحيل اقرب عليه بهذا منظر التسوق بالنسبة للشخص عنده عمه ألوان اشي صعب تسماعها تهيوب أوووووووووه اسمع تفاح بالمرة مس مشجعت ماندي أي فكرة هو اشق انه مستوي ولا مستوي ولا انك تعرف الفرق بين الغرق المستويه والغير المستويه اشي يشبه مستحيل في وضع الحال هاي خضره شوي الزبط هي غيرها ولا اشي مفرق قبل الأخير كنت بدي أصيل منغا بس بتعرفوا لأخير المنغا مو ذاكي أصلا الآن يا جماعة أجل الوقت الروح لازم نروح للطبوخ نضبط أمورنا و أشرت لأول تاكسي طلع في وجهي بس لأسف طلعت سيارة حمراء من بعيد بير اوكي تاكسي أسفر و هيك قدرت أوصل على البيت و حانا وقت الطبخ بس هاب أحكي يا جماعة جاجة منظرها مش حماسة بالمرة من وجهة منظري حالية بتحس كأنه الجاج خربال لما تخلوا واحد زي يطبخ هات بالزبط زي لما متى تحط سمكة في البحر كأنك بتحطني في بيئة الطبيعية رح أضطر أبدع مش هكافي وبينما الجاج عم بطبخ ضروري أحكي لكم انه حوالي 60% من مشاهدي القناة مش مشتركين اضغط قبسة الاشتراك والجرس عشان بتدعمني أكمل في فيديوهات آممممممممممممم مش عارف وأعطوه لعملته الإشي اللي كنت بتحمس عليه إني أذوق طبخي وما رح حكي لكم على طعام الجاج بإنه وجهه لحاله بحكيه وبعد وجبة الجاج الزاكي كان لازم أتحلى هالو فوتكو ميكوشيك فرولة بعرفش إذا المحل اعملها صح بس عندي مبينة شوكولاتة او غنالا معبول الشكل يؤثر على الطعم سؤال والله ما في طعم فراولة والله طعم شوكولاتة حرفيا أنا شكعت بحالي فخليت الشاب اللي بيصورني يجرب برضه قللي الطعمها فراولة لا لك ما تجرب فراولة وحليب احلف والله شك شك ممكن بعضكم تفكرنا قاعد ممثل عشان الفيديو مش عام كيف أثبت لكم الموضوع بس والله العظيم مو حاسس بطعم الفراولة بهاي لأنه عيني مو شايف فعولة بطلت قدر حس بطعم الفراولة في تمي تخيلوا كل تفاصيل اليومي بدون استثناء صارت أصعب بدرجات سواء جيوب كله نكت والله قلت حالي ليه يا شو شعرت حالي كأن يبلعب نفس لعبة الحياة بس على الهارد بود أحمر يا أحب إنه لمعب والله ننجز واحد يقول الأحمر أردع كدل في أزرق شايفوا الأصر بعد يوم طويل مليء بالصعوبات الإشي اللي كنت بحتاجه هو اليوم عندي ديت ما رقيت إلا يوم الديت أنا فيه فيديو طبعا طالع أفطر مع خطيبتي هذا هو أفطر لبس هيا أفطر لبس وبلشت أدور عن اللبس المناسبة كنت بدور أول شي عن بولو ليش بولو عشان عارف أدخل القناع جواتي وأنا بلبسه وفوقيها ممكن قطعة زيادة عشان نظبط اللوك عارفين كيف الله نخطر يا أخي بتلبس التاليك عمانوان ها سعب السعب كيف الموضوع صعب كله زي بعضا شو هدى اللابسة؟ ليش لابس فوسفوري وزهري مع بعض فوسفوري وزهري؟ ليش مالك؟ أنا هسا حالية عندي عماء ألوان ليش تحب بلو فيك شو جد فيك؟ هاي عشان نافذ شعورهم والله بعدين حاولت أكل لما أجل أكل بس كان الموضوع مستحيل طعم الأشياء كان كثير غريب مش فاهمين انت شايف لونها مش حلو فانت مش قادر التأكل كذا أكل؟ عشان اللون طب الخضائر بندورة هل فيه بندورة أصلا؟ اه هيها والله لا أعوذ بالله قلت كثير جعال وكان بدي أكل بس كأنه مخي كان يمنعني لا 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 او مي جود تمزح صار؟ طعمها غريب وصبع لما شافتني إلا مش قادر أكل عطول لنفسي نسدت قللي أكثر عن الموضوع؟ بعد هذا الديت الممتع حبيت أقضي آخر ساعات من التحدي بالشغل كان علي شوية إيميلات لازل أجاوبهم والموضوع كان سهل لأنه ما بيحتاج ألوان بس بعدها أجا وقت التصميم بس أن أخفف قوية أحضر كنت بدي أعمل بعض التعديلات على صورة عرض الفيديو الماضي؟ الوراء وكيا بدي أرسم خط أحمر تحت الألفين وسبعة أوكي أوكي هيك أفضل كل أحمر وهيكا رسمياً أنا قضيت أربع وشي ساعة بدون ألوان أجا وقت إني أخلاع القناع اللي عوجهي أوكي مومنت أف تروث واحد اثنين ثلاثة لا شو أزفت اشتقت الألواني أوه أحمر يا قايز اكتشفت في هاد تجربة إنه عمل ألوان إشي كثير صعب وبالمرر مو إشي بسيط زي ما تخيلت وإنه حتى أبسط النعم ممكن تقلب حياتك بالكامل إذا انفقدت منك وبس والله كان معكم أبرم با